يستضيف مجلس النواب غداً الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوي للسكان والتنمية وذلك بمشاركة عدد من ممثل البرلمانات العربية والأسيوية وحضور عدد من الوزراء ورئيسة المجلس القومي للمرأة يناقش الاجتماع تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وحقوق الإنسان بالإضافة لمناقشة مدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية